مشاهدين الكرام مساء الخير ومرحبا بكم في هذه التغطية الخاصة لأهم أحداث السنة أو بالأحرى حلقة بإمكانكم أن تعتبر نسخة مطولة من برنامجكم الأسبوعي ملعب عام 2013 كان مليئا بإنجازات وإخفاقات وأرقام ومفاجآت ستظل عالقة في ذاكرتنا الرياضية إلى الأبد أبرز محطة العام تستعيدنا طيلة الساعة التالية معي أنا علي القرني والنجم الأسبق لمتخب تونس وفريق فريبورغ الألماني زبيربيا والإعلامي الرياضي المصري أسامة الشيخ والإعلامي الرياضي الإماراتي كفاح الكعبية كفاح زبير أسامة مرحبا بكم مرحبا إذن عام 2013 كان عاما رياضيا بامتياز سنحاول قدر الإمكان التترق لأبرز المحطات عبر أربعة محاور نتحدث في المحور الأول عن العرب والمونديال خيبة الأمل العربية في التصفيات وكيف سترقص الجزائر وحيدة على أنغام الصنبا البرازيلية الجزء الثاني نخصصه للفيفا كيف حولت الأزمات والانتقادات سيب بلاتر إلى موضوع سخرية وكيف كان عام 2013 الأسوأ في تاريخ الفيفا جزء آخر من هذه التغطية سيركز على البطولة الكبرى التي استضافت الدول العربية هذا العام ومدى استفادة العرب من تنظيم هذه الفعاليات المحور الأخير سيكون عالميا بامتياز صفقة غاريت بيل سيطرة الألمان في ملاعب الكرة وحلبات الفورمولا 1 تعلق غير متوقع لرجاء البضاوي المغربي من طبيعة الحال سنحاول تترق لمواضع أخرى إن سمح لنا الوقت بذلك استعادة أبرز محطة عام 2013 نبدأ بهذا التقرير نتابع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مساهمات المشاهدين مثيرة للاهتمام هنا نستعرض بعضها خاصة فيما يتعلق بتأهل الجزائر لمونديال برازيل وإخفاق المنتخبات العربية الأخرى أنسي تونسي على تويتر يقول المنتخب الجزائري يمتلك فريقا شابا ومدربا واعيا أحسن استغلال إمكانيات لاعبي ونجح في تحقيق إنجاز التأهل للمونديال أما مجلي توفيق على فيسبوك فيعتقد أن السبب هو حمس لاعب الجزائر والمسنة للجماهيرية الكبيرة بالإضافة إلى القرعة التي أوقعتهم في مباراة سهلة مع فريق ضعيف وعن تقييم المشاهدين للرياضة العربية بشكل عام وعن أهم الإنجازات التي تحققت في 2013 أسلام حسن على فيسبوك يقول أفضل إنجاز عربي في 2013 هو تأهل الجزائر للمونديال ووصول الرجاء المغربي لنهائي كأس العالم للأندية يزن عمر من جهته يرى أن عام 2013 كان شحيحا بالإنجازات الرياضية العربية نتمنى أن يكون 2014 بحال أفضل هكذا شاهدنا مساهمات المتابعين من وسائل التواصل الاجتماعي عودة الآن إلى علي وضيوفه مشاهدين يمكنكم كذلك المشاركة في استطلاعينا بشأن مدى نجاح أو إخفاق الرياضة العربية في عام 2013 للمشاركة من طبيعة الحالة الزور موقعنا على سكانيوز عربية دوت كوم الآن نبدأ استعادة ذكريات 2013 لحظت شيء اللحظة الآن مفاجأة أربع جنسية هنا ولا جنسية في المونديال الجزائر تمثلنا جميعا كيف حمرأيك في مسيرة العرب بصفة عامة في المونديال كارثية كلمة صغيرة لأنه آسيا للأربع سنوات الثانية لا يتأهل ولا فريق آسيوي لا ونتائجنا كارثية يعني دائما نحو الأسوأ الآن كان غرب القارة هو اللي قائد الآن شرق القارة هو اللي سيطر حتى إيران وصلت مع أنه ولا فريق آرابي حتى قدر ينافس على الصعود أما في أفريقيا في الحال أفضل ولكن يبقى المنتخب الجزائري هو السر أنا كنت أتوقع أن المنتخب المصري سيقدم أوراق لأنه المنتخب الوحيد الذي لم ينهزم باراء الغاية ما وصل أمام غانا وخسر بالست يعني نتيجة كارثية أنا أعتقد أن العرب دائما كما نتغنى بالشعر والهذا بأمجادنا القديمة راح نتغنى بأمجادنا لازم نتغنى على نفس الطريقة زبير ما هي النواحي؟ كيف نجح نجح الجزائر وفشل بقية المنتخبات الأخرى؟ أنا أعتقد أن نجح الجزائر بدرجة كبيرة ومبني على الحكمة الإدارية بصراحة الاتحاد الجزائري بقيادة محمد الروا قام بشغل كبير سند المدرب رغم الضغوطات الأعلامية ورغم الأجواء الصعبة هذا الشيء الذي يجعلهم ينجحوا عكس الاتحاد التونسي الذي كان سبب وراء مشاكل كثيرة للفريق الاتحاد المصري أنا أعتقد أنه في تحضيره للمباراة مباراة غانا كذلك ما كانش فيه الاحترام اللازم ما كانش فيه التحضير اللازم على مشاكل الدوري لما كانش يلعب نعتقد مشاكل إدارية في مرحلة أولى وبعدين فيه شوية واقعية علي لابد أن نقرر بها أنه حتى في 2010 أهل منتخب واحد ولذا مقياس أنه نقول فشل وفشل ذريع فيه شوية يعني عاطفة وفيه شوية تكبر شوية تواضع لازمنا أكثر شغل نقر بأنه مناش نشتغل بطريقة الصح احتراف في مختلف الدوريات العربية والبدالة العربية يعاني من خلل الكبير مازلنا بعد جدا الاحتراف نقارن أنفسنا بأوروبا وبأمريكا الجنوبية وقت اليوم عندهم أسلحة أقوى منه وشغالين ويقوموا بشغل كبير إداريا واللاعبين على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي أنا أعتقد لابد من دراسة قبل الوقوف على الأطلال والبكاء على أن عدم انترشح لابد من ندرس ووضعنا بطريقة جيدة لكن زبير أشرت إلى أنه يجيب النظر في طريقة التعامل الأوروبيين لكن هل من الممكن أن ننظر فقط قريبا للجزائر مثلا هل الجزائر أصبحت مدرسة كروية يمكن أن يقتدى بها الدول العربية الأخرى أن تأخذ الكرة الجزائرية كنموذج الكرة الجزائرية نجحت نجاح باهر يعني أنت مرتين متتليتين وممثل عربي وحيد في كاس العالم نجاح يقبله فشل أنا نضم الكفاح في كلمة فشل زريع ونضم برضو الزبير في حيطة النوع مش هنقول فشل لأننا نحاول النوع فشل زريع متكرر يعني هي دي المشكلة يعني وإن كنت أنا ممكن أغض البصر عن بعض المنتخبات العربية وظروف البلدان العربية زي بلدان ما يسمى الربيع العربي والظروف اللي بتواجهها وبما فيها منتخب مصر الظروف قاسية جدا وطبعا ستة واحد نتيجة مش متوقعة ونتيجة أخطاء كبيرة ولكن هو فريق كان ضحية ظروفه في المقام الأول إنما أنا لا يمكن أن أعف بصراحة منتخبين كان المفروض أنهم يكونوا موجودين فريق لا يقل عن الجزائر أو كرة لا تقل عن الجزائر من حيث عدد المحترفين لا تقول المغرب أنتم أنا أقول أنتم في أفريقيا كان يجب من الانتحاد المغربي وأول منتخب المغرب أن يظهر بشكل أفضل بكثير ولكن هو إخفاق للمرة الثانية على التولي بالشكل ده وفي آسيا أنا لا أغفر للسعودية أو المنتخب الأخضر وما دلوش أي عزر إمكانيات موجودة إدارة موجودة استقرار دوري قوي محترفين أموال بتنفق وفي النهاية النتيجة إيه ممكن شوية يعني أبوصي لظروف الكويت أقول ما فيش مشكلة قطر والمشاكل يعود نقدر نقول الجزء السكاني في الدول الخليج بشكل عام وحتى الإمارات وحتى يعني لما تأخذ العوامل البيغرافية والسكانية ممكن أنت إلى حد ما أنا ما بقولش ندع أعزار طبعا إنما السعودية لعزرها لها المغرب لعزرها لها نعم بس حبيب ضظيف يجب أن نشكر الأردن الأردن هذا كان سؤالي لأنه الآن في في واحد من المخرج يسأل عن الأردن قال لي أنتم تكلموا فقط على المغرب وعلى الجزائر وعلى المغرب كيف حكلمنا على الأردن الأردن قدمت عرض يعني صراحة فوق أشوف إمكانيات الأردن أنا أقول له إمكانيات الخليج دولة من دول الخليج تكون عند الأردن كان الأردن بالتأكيد تأهلت لأنه أنك تروح الأرقواي نعم مباراة الذهب كانت كارثية مثل ما تعودنا ولكن مباراة الإياب كانت جميلة ورائعة بكلمة عن الكلمة أنا أعتقد لأنه الأرقوانيين يعني فريق أنت عارف يعني فريق صغير جدا بلد ثلاثة مليون ولكنها فايز بكاس العالم مرتين وممكن بطلة كوبة أمريكا الأخيرة مستوى أنا أعتقد أنه المنتخبات العربية يجب أن نقاتل كما يقاتل المنتخب الأردن بالضبط علي إضافة صغيرة فيما يخص المنتخبات الأفريقية أنا أعتقد كذلك بعض الشيء كانت ضحية التنظيم أو منظومة المسابقة جيدة أو تنظيم التصفيات الجديدة يعني أنه أهلوا عشرة فيرقوا بعدين يلعبوا مباراة فاصلة أنا أعتقد تونس ومصر كانوا ضحية هذا الشيء بعض الشيء بعض الشيء يعني ليس عذر ولكن بعض الشيء زب إذا تكلم عن تونس تكلم مناش بعض الشيء يعني المحاولة تونس تأهل بفضل مجهودات الآخرين هذا كان أمر خاصة بعد ما مخسرنا من الكاميرون كان أمر يعني داعي للشفق على الاتحاد التونسي اللي كان يعني بصراحة حب يخفي فشلوا باحتراز على منتخب الكاميرون ولكن أنا أعتقد منتخب تونس كان مصير يعني منطقي لجملة المشاكل اللي كانت تحيط باللاعبين بالاختيارات بالمدربين وبالأجواء حول الاتحاد التونسي والأعلام التونسي ونفس ما قال أستاذ السامة يعني على الأجواء في تونس بصفة عامة أنا أعتقد يعني نتيجة منطقية خلنا نقول والمنافس الكاميرون لابد أن نحترم المنتخبات هذه كذلك غير ما نقلل من شأن الكاميرون وغانا كذلك بصراحة يعني مهما يكون غانا استحق التأهل على المنتخب المصري يغم أنه عندنا خيبة أمل أنه المنتخب المصري والجيل هذا بالتحديد كان يستحق ما هو أحسن لكن الآن تكلمنا عن الأردن تكلمنا عن المنتخب السعودي تكلمنا عن تونس المغرب لكن الجزائر صراحة والمنتخب الذي يستحق الحديد أكثر وصحب الإنجاز الآن مع نهاية سنة 2013 ندخل على سنة 2014 كيف تتوقعون أداء المنتخب الجزائري في المونديل برازيل خاصة الآن نعرف المجموعة التي مع المنتخب البرازيلي أنا أقول المنتخبات العربية همها الوصول إلى كأس العالم لم نرى لم نشاهد إلا المنتخب المغربي في 86 نعم وصلنا للدور الثاني على رأس المجموعة حتى المنتخب السعودي في بطولة البطولات قدم مستويات رائعة وقدر يفوز مباراة ولكن ماذا بعد هذه المباراة نحن شفنا المنتخب الجزائري في البطولة الأخيرة قدم مستويات رائعة ولكن في النهاية خسرانين أنا أعتقد أنه يجب أن يكون فيه تفكير لما نوصل شو راح نسوي الإشكالية إحنا مشكلتنا كل هم العرب أن يوصل نشارك فقط من أجل المشاركة ده صحيح مظبوط ولكن هو وفيه جزء بيكون مهم إحنا دايما بتيالي ما بحيثش به في المنتخبات الغربية أو منتخبات حتى آسيا بنكلم عن اليابان وكوريا وهو المنتخبات العربية اللي بتوصل بتبدأ المشاكل أنا أفتكر في مصر في كاس العالم 90 طهرب وزيت حيلعب في النهائيات ولا لا الجهري مش راضي يلعبه في المغرب نفس الكلام اللعبة دلوقتي في الجزائر في مشكلة اللعبة والتشكيل وأن أنا لازم أستدعي محترفين تانين وأن الشباب اللي موجودين ودلوقتي فيه كلام أنا روىه على خلاف مع خليل ريفيتش المدرب وا 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 أنت بتوصل كاس العالم أعتقد أنك أنت منهك ومحمل بالمشاكل ولكن أنا أتصور المجموعة اللي موجودة اللي خاضت التصفيات لغاية دلوقتي مع المدرب بإمكانياتهم دي وبشكلهم اللي أدوا بحماسهم والروح اللي عندهم أتصور أنهم ممكن يذهبوا بعيدا ليس كثيرا يعني نحن نتمنى أنهم يذهبوا كثيرا إلى الأمام ولكن على الأقل أنا أعتبر أن الوصول إلى أنك أنت تعدي الدور الأول وتوصل للدور الثاني فأنت دخلت في مصاف الدولي أنا أضيف بس على أستاذ أسامة أهم شيء التحذيرات ثانية أهم شيء طموحات معقولة أنا أعتقد لو يوفق اللاعب الجزائري في تحسين مستوى احترافه من خلال تقديم عروضه جيدة في كاس العالم على أساس أن نشوف لاعبين جزائرين في كاس العالم هذه يصيرون يدخل في مجال اهتمام فرق أحسن في أوروبا يعني الاحتراف الحين نشتكي منه في تونس في المغرب في الجزائر في أنه في مستوى أندية أسفل ترتيب وسط ترتيب درجة ثانية معناش لاعب في احتراف نستفيد منه يعني في احتراف مستوى احترافي جيد على أساس أنه نستفيد منه للمستقبل يعني ما يكفيش أنه نفشل في كاس العالم هذه نمكن أن نحقق نتيجة بها ولكن نعطي لعبة لمستوى احترافي أحسن هذه مرحلة مهمة جدا أنا عشت مع منتخب تونس كل اللي قالوا أستاذ وسامة صحيح كنا في بداية الاحتراف جيل كان الكل ينتظره خيبنا في كاس العالم بأسباب خارجية مشاكل بالاتحاد والمدرب وتدخل فيها الأطراف الفاعلة سياسيا في البلاد على أساس أني يعني تفضل بعض الأراء ويقول لها دور في الأجواء داخل المنتخب وحول كاس العالم وهنا يتأثر المنتخب وما يلقاش الحماية للمجموعة للمدرب للأجواء مع تحضيرات جيدة نشوف منتخب جزائري جيد في كاس العالم أما الطموحات أن يمر للدورة الثانية وما إلى ذلك لابد شوية موضوعية في الأمر صحيح كيف هي بالنسبة للمنتخب الإماراتي نعم لأنه في آخر المطاف الفوز بكاس الخارج كاس الخارج ليس مقياس لأنه ليس معطرف حتى معطرف بها في الفيفا هل هذا الجيل الجديد المنتخب الإماراتي ممكن أن إذا بعيدا أن نرى في المستقبل لأن زباير بي كان يتحدث عن مجموعة اللي كان ساهم فيها ولي كان فيها هو بجموعة الكل كان ينتظر منها الكثير لكن ما إبتتش في المنزل هذا الجيل طبعا راح يؤدي أنا أعتقد أنه أفضل جيل يعني أفضل جيل كان عندنا في التسعين ولكن أنا لأول مرة أشوف منتخب أفضل من جيل التسعين لأنه نشأ مع بعض صار لسبع سنين مع بعض مدرب مواطن أداء جيد يعني تحس أنه فيه فكر في الملعب فيه خطوط فيه كل خط فيه نجم تقدر تعتمد عليه لذلك مدرب وطني لأول مرة موهوب موهوب أنا البارحة شكرته في مؤتمر الاحتراف قلت له يا كابتن مهدي أنت فيه ناس تقول عنك محظوظ أنا ما أقول عنك محظوظ أنت قدرت هذه المجموعة تخليها تتناغم مع بعض موسيقى لأول مرة نشعر أنه منتخب الإمارات يعني أقوى بكثير في انتظار التأكيد في منافس اليابان والسعودية وإيران وهدم في مستوى كاس آسيا 2015 بتكون مرحلة مقياس مهمة جدا لها منتخب الإمارات هذا إذا تواصل بنفس التحضير إذا الاتحاد ما هذا المنتخب من الأجواء من الأعلام من تضخيم الأمور أنا أعتقد المنتخب فيه مواهب وفيه أشياء إيجابية جدا باختصار هل نفشي بالنسبة للمنتخب الإماراتي أم للمنتخبات شمال إفريقيا هل العيب بأن فشل المنتخبات العربي مثلا في إفريقيا هل هو يعود للضعف هذه المنتخبات أم لقوة المنتخبات الإفريقية نفشي بالنسبة للمنتخبات العربية ونفها في آسيا هل هو ضعف المنتخبات العربية أم قوة المنتخبات الأخرى كليابان وكوريا دائما نتكلم عن أنه كنا نفوز على اليابان بالعاشرة وكنا نفوز على هذا الماضي مشكلتنا مشكلة أنا أعتقد أنه لأول مرة فريق الإمارات يتطور إلى أنه جالس يتعامل مع كل مباراة بحذ ذاتها كأنها بطولة أنا أتمنى إن شاء الله أنه منتخبنا يواصل الأداء في الاختبار الحقيقي أستراليا كان بداية الأولمبياد وبنسبة لي عرب إفريقيا الكل على الكل لاعب نفس اليابان في مانشستر اونايتد ولاعب نفس أفريقيا في تشلسي وفي مانيونايتد ما هي المقاييس هذه المقاييس لابد أن نطمح لها ليش قتلك طموحنا أن نعطي لعيبة لمستوى احترافي أحسن إذن كانت هذا المحور الأول الخاص بالعرب والمونديال وتأهل المتخب الجزائري وفشل بقية المتخبات العربية الأخرى الآن ندب إلى استراحة قصيرة بعد الفاصل نتابع المحور الثاني من هذه التغطية والخاص بأزمات الفيفا مشاهدين مرحبا بكم من جديد في هذه التغطية الخاصة لأبرز أحداث الرياضية في 2013 في هذا الجزء نبقى مع أجواء المونديال لكن نتحدث عن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا إذن كما أشرنا سابقا هناك أزمات عدة أزمات أريد من المخرج أن يلعب لنا مقطع فيديو قصير لسيب بلاتر وهو يقوم بتقليد رونالدو في مؤتمر صحفية في جامعة أكسفورد ببريطانيا إذا كنا ممكن أن نلعب هذا الفيديو فهذه الصور ماذا أصاب الفيفا؟ هذه الصور تعكس بكل صراحة تعكس الوجه العام أو الجو العام للفيفا هل أصبحت الفيفا ترنح؟ هو بلاتر نقدر نقول عليه كبر وشيخ باختصار أنا ما قلتش خرف ولكن بلاتر دلوقتي وصل مرحلة من وطبعا اللي أتعامل مع بلاتر يعرف أنه على يعني فعلا ممكن تحسده واللهم لا حسد على قدرته على التركيز وعلى ذهنيته الحضرة والعالي ولكن هو دلوقتي الأمور أعتقد الأحداث اللي بتدور في الفيفا والقضايا الكبيرة وخاصة قضايا الفشاد واللي بتلاحق الفيفا خلت بلاتر إلى حد كبير يفقد توازنه اللي عمله ده غير مقبول على الإطلاق في المشهد اللي احنا اتفرجنا عليه لسبب صغير جدا أنا بتصور أنه ضمر جايزة السنة دي من قبل ما تعلن النتيجة احنا طبعا الأخبار التي تتوارد بتقول أن رونالدو اللي كسب أنا أتصور الناس كتير حيتصوروا أن رونالدو كسب إرضاءا في محاولة صلح من بلاتر لرونالدو على الخطأ اللي هو ارتكبه ولو كسب ميسي هيتقال أن الرئيس الفيفا هو كان بيفضل ميسي من البداية ولو كسب ريبري هتقول أنه لا ده هو علشان يطلع من حرك ميسي ورونالدو حدده فالفيفا فعلا موقف غير متزن وما كانش لي داعي خلص منه على ذكر هذه الأسماء الرئيبري وميسي ورونالدو لا زلت لا أفهم هل هي جائزة للمهارة الفرضية أم جائزة للقدرات الجماعية لأنه هناك خلط رئيبري ليس مهارة مقارن مع رونالدو هو الفريق كجماعي لو كان الجائزة جماعية كلمة الأحرى أن يكون كل لعب فريق باير مونيخ بدل رونالدو ما هي طبيعة هذه الجائزة هو السؤال أوضح يكون ما هي المقيس يعني هل رونالدو على المستوى الفردي ونغض النظر على أنه ما فاسب ولا لقب لمحلي ولا قاري أو ريبري لي فاسب كل شيء في ألمانيا ممكن أحسن لاعب وشامبينز ليغ الأوروبي كاس ألمانيا يعني كل شيء فاسبه ريبري هذا أحق أو ميسي اللي موسمه خيب يعني فاسب الدوري أوكي ولكن الميسي نفسه موسمه غاب فيه في المراحل الحساسة اللي هي مباريات البايرن الفريق نزل المستوى لو لا سوء ريال مادريد ولكن ممكن حتى الدوري يكون فيها منافسة أكثر نعتقد أنه المقياس يكون المستوى الفردي والانتظام على 2012 لما نقول على 2013 لما نقول على 2013 نجب أن نفرق بين موسم 2012-2013 موسم 2013-2014 ولذا نعتقد أنه في المجمل ريبري بصراحة يستحق الجائزة ولكن دور الإعلام المنظومة الأعلامية الماركتنج والتسويق والتسويق اللي في الفيفا يعني ميسي فيه سنوات كسب فيها البطولة مع كل تقدمنا واحترامنا لموهبته وكان ما خدش ما كانش عامل حاجة في السنة اللي كان مترشح معاه أي ناس ده وتشافي كانوا هم الأقدر كانوا الأقدر بالفوز باللطب على هذا الجانب المادي أستاذ وسامة هذا الجانب المادي جديد في كورة القدم الشركات الكبيرة اللي ترعى هذا أو ذاك تلعى بدور وبعدين نقطة مهمة جدا مين يصوت مين صاحب الاختيار المدربين أشخاص لهم تأثير عليهم تأثير قاد الفريق عليه تأثير كذلك شكل اللعب أنا أعتقد حلاوة كريسيان رونالدو ومسكين ريبيري وطول ميسي الحلاوة كما يقول المتل الإنجليزي في عين المشاهد ممكن كل يرى ريبيري بأنه هو الأحلى كل يرى بأنه ميسي هو الأحلى أنا أعتقد أنه خطأ مثل ما قال أسامة خطأ بلاتر وتقليده رئيس أكبر صحيح منظمة رياضية في العالم أشهر إنسان في العالم يقوم يقلد لاعب كأنه طفل يعني أنا لأول مرة أشوف عدم توازن يعني الرجل نحن بنقول صحيح الآن الكرة الدهبية هذه نظرية المؤامرة ليست هي الوحيدة التي أربكت الفيفا هذا العام مشكلة المونديا القطر هذا الصيف والشتاء أعتقد بأنه حتى هو الآخر كان لهذه أكبر أزمة كانت الفيفا هذه أنا أعتقد الفيفا هو الاختراح مش الفيفا وبعض الناس الحاقدين خصاً الإنجليز يعني تشوف أغلب اللي انتقدوا هذه البصولة وقامتها فيه كانوا من الأوروبيين بالذات لأنه أول شيء يعني في ال86 في المكسيك وفي ال94 في الولايات المتحدة البطولة قيمت الساعة واحدة ظهرا أسامة الذكر الساعة واحدة ظهرا ودرجة الحرارة فوق الأربعين وما حد قال شيء وكانت بطولة كأس العالم اللي في ال94 أكثر بطولة مشاهدة لحد الآن من بداية كرة القدم لحد الآن فشو الإشكالية لماذا قطر هي الإشكالية أنا أعتقد أنه مثل ما يقولون بالإنجليز They want to squeeze more money لأنه قطر أعلنة تعدها 250 مليار عايزة تصرف فليش لا يا أخي الشركات الفرنسية مستعدة والإنجليزية والهذا فأنا أعتقد أنه عايزين من قطر لأنه اخترعوا لهم قضية العمال وكل يوم في قصة جديدة ستصبر لغاية ما تأتي 2022 يعني ستكون المبالغ اللي أخذتها الفيفا من قطر غير محدودة هل هناك إمكانية بأن تتم هناك مفاجآت في هذا الملف القطري المفاجأة تقصد إيه بالسحب مثلا أو يعني طبعا دلوقتي بلاتر بيأكد وعمل السنة دي كان سنة فعلا مونديال 22 رغم أن فيه مونديال 14 جاي وفيه مونديال 18 بعده وعلى سبيل المثال الإنجليزي اللي هم بيكلمه أو بيهجمه مونديال قطر 22 أعتقد أن هم بيحاولوا يضرابه في 18 من خلال قطر لأن هي فيه في نقطة عالية في التصويت على قطر التصويت لم يتم ده في سنة وده في سنة أخرى ده تم في جلستين متتأليتين يفرق بينهم ساعة زمن فأنا تسمح لي لو فيه فساد في ملف قطر 22 فقد سبقوا اللي صوت في 18 يبقى أكيد فيه فساد يعني نفس الشخص اللي صوت هنا يا إما أبض يا ما أبضتش يعني هي بس فيه دهاء كبير 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 من بلاتر لأنه أول شيء السبب اللي أعطاه الاختيارات هو تفكير فيه ذكاة غير عادي يعني أنه ناخذ كاس العالم وين ما راحت الحين أعطاه العذر أنه بيهزة لروسيا ويهزة الشرق الشرق الأوسط لقطر هذا كان فيه ذكاة ولكن فيه سؤال في نفس الوقت هو الجواب على المشكل كله ليش هذا كله بعد ما تسندت كاس العالم لقطر هنا السؤال المفروض الكاس العالم لما تستند دي بانت تكون المواضيع كلها درست والمشاكل كلها توفرت لها حلول أو إجابات الحين بعد ما تسندت كاس العالم في سنة واحدة شوف كم مرة تناقش الموضوع المفروض هذا كان يتناقش لما يتقدم الملف أنا في سبب أنا في سبب تاني يعني مش عارف ما عنديش دليل عليه ولكن على يقين به وهو أن ملف قطر 22 بيلعب دور مهم جدا بالنسبة لبلاتر في انتخابات 2015 صحيح يعني هي اللي حصل في 2013 ده عبارة عن تسخين هنخش بعد كده على السنة الجاية إحنا في البرازيل 2014 من المفترض أن يعلن ميشيل بلاتيني موقفه من الترشح إذا كان هيدخل قدام بلاتر أو لا من هنا فبلاتر بيحاول إلى حد ما بطريقة الابتزاز المعروفة أنه هو يحاول أنه ممكن لأنه بحاجة أنا نعم أنا أقول بالعكس أنا أقول الدوريات الآن الأوروبية بما أنه هنحولها من الصيف للشتاء أو من الشتاء للصيف لازم ندفع ثمن التحويل لأنه في قنوات هتنقل هتطالب حقوقها لأنه بدأت قنواتي في جيني خاصة في جيني أمريكية بدأت طالب أقول لك الأمريكية التلفزمات الأمريكية بالذات التي ستغير بالنسبة للتوقيت والخسائر التي تدعي من الذي سيتحمل فطورة الخسائر قطر سوبير السؤال آخر ألي حق لقطر أن تقاضي الفيفا لو أجبرتها على نقل بطولة من الصيف إلى الشتاء لأنه في آخر المطاف قطر فازت باستضافة البطولة بطولة سيفية هنا في تحفظ بعض الشيء لأن الفيفا هي اللي تنظم في دولة قطر مش قطر هي اللي تنظم الفيفا هي اللي تنظم المسابقات متاحها صحي ولذا الجزئيات متاع الصيف وشتاء هي يعني نمنح نقول نحن زوبعة في فنجان بس مسألة السحب أنا أشك فيها أنها تم على الأقل في الفترة اللي احنا فيه احنا مش عارفين السنوات اللي جاية ايه اللي ممكن يكون فيها او ايه الملفات اللي ممكن يفتحوها تاني للبطولة ولكن على الأقل دلوقتي لا وانا متخيل حاجة والنصيحة قلتها لبعض الاخوة في ملف قطر 22 انت ليه لغد دلوقتي ليه دايما انت الحمل الوديع ليه اللي انت عمل مستحمل النقد وانت قد انت وري وش شوية للفيفا هذه الفكرة يعني انت دلوقتي انا لو خدت دلوقتي انا بيني وبينك عقد انت أسنتي البطولة انفقت فلوس انا بعد الوقت اللي حبت ازك انا لو سمحت عايزك تسفع لي فطورة التكاليف اللي انا كلفتها في الملف وتجهيز الملاعب والبنى اللي مش هتلزمني وبالتالي انت هتكبر الفيفا غصبا عنه انه تقوم البطولة الفيفا الان هذا منذيال 2022 في منذيال 2014 شفنا كأس القارات احتجاجات بالجملة ملعب كانت قليلة العدد منتخبة مشارك قليلة العدد هل تتوقعون ان تكون هناك في بطولة العالم تكون متخبة اكتر ملاعب اكتر هل توقعون ان تكون هناك احتجاجات كل ينظر الى هذا البرازيل بانه مونديال برازيل هو الاشهر العالم كله بيحتاج اتباعا يعني هو دلوقتي كل يوم في دولة النهاردة الاخبار كلها على جنوب السودان بدأت احتجاجات وفي العراق شوية ويهنا العالم هنا توقف واتصور ان البرازيل فيها جامعات برضو مشحوق انسان ولكن هي جامعات الليبرالية ضد كرة القدم او انها شايفة ان برضو بتطالب بالعدالة الاجتماعية بتشوف انه في حاجات اهم بكثير من كرة العدالة الاجتماعية نعم هذا من لدركم زبير اسألك سؤال نقطة صغيرة قبل نقطك يا زبير كلاعب سابق هل تعارض مثل هذا التدخل الاحتجاجات في الرياضة انا عارض اكيد لكل واحد رأي ولكن انا اعتقد انه مشكلتنا الحالية واللي الفيفا اكيد لازم تلعب دور فيها هي فصل السياسة عن الرياضة بصراحة هي تسعى الفيفا لهذا ولكن تدخل السياسة ومحاولة استغلالها للرياضة وتوظيف الرياضة لأهداف وليتموحاتها يضر كثير بالرياضة بشفة عامة مش بكورة القدم فقط ولكن تعقيب صغيرة على ملح حطر لو سمحت علي موضوع بن همام انا اعتقد اثر على ملف قطر بشكل مباشر او بغير مباشر خاصة من بلاتر هل اشارك كم هرد تمت الاشارة الى المشكلة العمالة في قطر والملاعب الان في البرازيل في ملاعب تهدم في ملاعب تهدم وفي ضحر ونسمة 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 الزواجية في المعايير اقول لك الا حاجة استراليا وكيف احب بتكلم على الانجليز وانه هم دولتي والحساسية واللي بيفتعلوا المشاكل لقطر انت ما تنساش الشخصية سكرتريت المنظمة الاتحاد العمال هذه الصور الان اتحاد العمال هي استرالية وانا في مسؤول في الفيفا قال لي احنا عارفين هي ازاي جابت 3040 واحد وقفتهم بلافتات قدام مقر الفيفا في زيوريخ درجت انهم قالوا له طب ما اتكلمتش ليه اشمعنا قطر اللي بتتكلم عليها بتتكلمش على الخليج بشكل عام واشمعنا ملاعب كاس العالم لان هي مسؤولة في اتحاد العمال فبالتالي اشمعنا جاي بتتكلم في كاس العام لان هي استراليا واستراليا ما زالت تحلم بانها ممكن تكون بديل لقطر في التنظيم نعم اذا كان هذا هو المحور الخاص بالفيفا ازمات الفيفا من طبيعة الحال ازمة المونديا القطر هي الابرز في 2013 كان هناك اجتماع في مدينة زوريخ سويسرية للحل في مشكلة الصيف اقامة البطولة صيفنا نذهب الى فاصل اخر بعد الفاصل ندخل في حوار او المحور الثالث لهذا التغطية الخاصة وفي هذا المحور نترق الى اصدافة العرب للبطولة الكبرى وكيف استفاد العرب من هذه البطولات ألخيكم بعد قليل مرحبا بكم من جديد مشاهدينا العرب ومن ديال برازيل ننتقل الان الى جزء الثالث من هذه التغطية للحديث عن البطولة الكبيرة التي استضافها العرب هذا العام زبير وسامة كفاح كأس العالم للأندية كأس العالم لأقل من 17 سنة البطولات بالجملة في التينيس الفورميلا 1 في أبو دبي الفورميلا 1 في البحرين كذلك مؤتمر المؤتمرات مثل المؤتمر الرياضي للاحتراف هناك مؤتمر المدن المستضيفة كذلك في دبي كل هذه المؤتمرات نفخر بها كعرب تقام هذه الفعاليات على أرضنا لكن ماذا نستفيد من هذه البطولات ماذا نستفيد لو هي المسألة تتعلق بكرة القدم أنا أتصور الممكن أنت مثلا عندك الاسبوع اللي جاي مباراة ريال مدريد وبريس سانجرمان تتلعب في قطر أنا أتصور أن هذا جزء ترويجي لم ندخل بعد في العام جديد ولكن أنا يعني أنت لما تيجي كاس العلم للأندية أعتقد أنه كان جيد جدا بالنسبة للمغرب ومش حكاية أنه خلى الرجاء بس وصل للسيمي فاينل ولكن هو عمل دعاية للمغرب عمل سياحة للمغرب أفاد هو بالتالي أي حدث رياضي المفروض أنه يكون ليه مردود اقتصادي أنت لما تيجي تطلب تنظيم كاس العلم للكبار 14 سنة في تاريخ البنية يعني من عمر البنية التحتية اللي أنا محتاجة في المغرب فبالتالي إنما أنا برضو عايز أقول أننا لغد الوقتي كعرب أنت بتقول لي على الاستفادة الحقيقية استفادة رياضية أنا أعني استفادة رياضية استفادة رياضية من الله استفادة رياضية أنا أتصور أن أنت لو عندك فرقة هي ممكن بالجمهور بتحول توصل زي ما قلنا مع الرجاء زي ما قلنا حتى مع المنتخب الإماراتي هنا في كاس العالم للناشئين ولكن بشكل عام لما تيجي بقى تخش على ناحية المؤتمرات والفوايد أنا بتصور أن هي مجرد ترويج وسياحة أكتر منها فايدة رياضية لأن حتى بوجود الشخصيات الرياضية الكبيرة أنا أتصور أن الفايدة المرجوة من كل واحد بهذا الكم اللي أنا بحشر أن أنا بجيب كل هذا الزخم من النجوم في وقت واحد في 24 ساعة أنا أمسسوري إلا حيفدني أستاذ السامة المشكلة أن المعنيين بالأمر ولا يحضروا المؤتمر يعني المفروض لما تجيب اللعيبة هذوم لابد نشوف اللعيبة ونشوف المدربين ونشوف المسؤولين أنت على النوادي أنت بتستفيد من خبرة هذوم الناس تحتك بهم تسألهم وين تحب تعرف نعم مؤتمر الاحتراف اللي صاعد في جوبي كيف حكنت نونك أنا كنت البارحة موجود بكل صراحة مفاجآت كان ما كانوش عدد من اللعبين عدد من الرياضيين مش كالي شوف اللعيب العالميين الموجودين يعني لما عندك كريستيانو ريبري وشافي يعني نموذج ورؤساء الأمدية وغارديولا وغارديولا ولكن أنا لما أشوف نجمين فقط يعني أشوف عموري عموري وكابتن مهدي فقط لا غير موجودين مستدعين إحنا ليش أمننا أصلا هذا المؤتمر بدعوة حضر بدعوة نعم بدلقانة مش بدلقانة وممكن أسأل سؤال برضو ممكن أسأل سؤال إيه فايدة هذا الكم يعني كابيلو مكفاية كابيلو أو كونتي وكابيلو كالموسم الماضي يعني أنا إيه فايدة كل هذه الشخصات أنا أتصور أنا برضو مش عايزة أقود كل شوية أرجع ونبقى شايفين بنظر سودة ونقول هل التنظيم المستفيد هو اللي بينظم اللي بينظم هو المستفيد أنا لا أحب أقول كلمة وحدة أنا أعتقد أنه الفائدة مش رياضية الفائدة اقتصادية وسياحية شوف الآن أضرب لك مثل دولة الإمارات ودبي وين ما تروح في العالم أمنية واحد أمريكي اللي هو قمة أنه يتمنى أن يدور دبي وللعلم ولا واحد من هؤلاء يدفع لفلست للعلم أيام زمان كن ندفع ملايين عشان نجيبهم الآن مجرد الإقامة في دورة الإمارات تعتبر فهذا دليل على الأمن والأمان ولكن مش استفادة رياضية نعم هذا لا شك فيك هم مستفيدين بطرق أخرى نعم من خلال الرعاة تسويق يعني أنت دلوقتي أنت جايب رونالدو هو مش هو جاي فري ده هو وقابد من الشركات اللي هي بطرعها نعم يعني مش الاستفادة مش لازم بالنتيجة وبالفوز استفادة نجم تكون بالإحتكاك بالناس هذوم على أساس أحنا اليوم في مرحلة مهمة جدا من تطوير احترافنا من تطوير منظومتنا الكوروية كيف تشتغل الأندية لما نقول كاس عالم الأندية الرجاء استفاد في النتيجة وكيف بس احتك بمينيرو شاف كيف تنظيم الفريق احتك بريال مدريد شاف كيف المنظومة في ريال مدريد كيف يتعامل المسؤولين مع اللاعبين مع الاحتياط هذه الكلها جوانب مهمة في الاحتراف احنا احترافنا في حاجة انه يعرفها في مرحلة أولى وبعدين يتعلمها في مرحلة ثانية ويتطبقها نعم لأنه في صحيفة أنا بس أحب أضيف انه في صحيفة فرنسية أمس تمنت انه على الفرق الأوروبية التعاقد مع لعيبة الرجاء البيضاوي لأنه المستوى اللي قدموه مستوى يستحق صحيح يعني لو ظلين نحن على البوتقة هذه الأفريقية والعربي عمرنا ما رح نطلع للضوء ممكن نتكلم نعم بالنسبة مثلا في أولمبياد لندن لندن استضافت الأولمبياد بعد نهاية الأولمبياد كان هناك انتشار كبير للرياضة هذه الرياضة الأولمبياد الكل خاصة من اللندنيين الكل يريد أن يلعب أن يمارس إحدى الرياضة الآن الفرميلا وان كل هذه السنوات ولا مواطن عربي مثلا يشارك حدف لفئات صغرات على الفرميلا هذا اللي كنت أقصد وانا بمادى الاستفادة الاستفادة تتكلم عن جزء كالتشر جزء الثقافة جزء ممارسة رياضة في مجتمع ترى في كثير من الناس عايزيني مارسونها ولكن انت عارف سيارة الفرميلا كم تكلف مكلفة وبعدين انت يكون في مليون وجوية سيارة الوحدة تكلف في رونو في كيا في سيارة لا هي صناعة ضخمة جدا انا اتذكر مرة في مارانيلو في شركة فراري كنت بزورها قال لي ان السيارة الواحدة السيارة بتجهز لكل سبع عشر مليون دولار صحيح انا ما بتكلمش ان انت هو كام نجم اصلا بياخد سبقات الفرميلا في العالم عشان تطمع ان يكون بينهم واحد عربي انت بتكلم في عشرين سائق تلاتين سائق اربعين سائق صعب جدا ان احنا نقدر نزوء سائق عربي بينهم في الزوارق البحرية عنا ابطال عالمين في الخيول عنا ابطال عالمين صحيح وفي القدرة بالذات لكل مجتمع عنده خاصيته بعد تلعب دور ارجع تاني واقول لك ان المسألة في الاستفادة انها ما تبقاش بس المؤتمرات عبارة عن سياحة وتباهي واستفادة حتى مادية اقتصادية من ترويج القتلات انا دلوقتي مؤتمر زي اللي اتعمل امبارح والنهاردة انا كنت اتمنى ان انا بقول لك نص ديوف يحزفوا مع كل التأدير والاحترام اليوم واجيب النص ده كفاية وطول المدة في اليوم ونص دولت بدل ما رونالدو يقعد عشر ده عشان يتقى عشان يتقى انا استفدت بيتفرجت عليه خدت معاه صورة بالموبايل انا كنت عايز اعفن منه اتكلم معك طبعا انا متصور انت ممكن عند النجوم اللي من انتراز كريستيانو وردو مش هتلاقي عنده حاجة تفيدك قد ممكن تتكلم مع كابيل ويقدر يفيدك قد ممكن تتكلم مع كونتك ورديولا بس انا السنة انت حضرت انا حضرت لأول مرة استفيد من كريستيانو انا مدريدي خالص ولكن لأول مرة ما كنت عارف مدريدي مدريدي استفدت استفدت انه الراجل ده بالاضافة كنتوا فكروا مغرور المشكل مش في كنتن المشكل في اللاعب حاشتنا اللاعب يستفيد احنا حابين اللاعب يستفيد ايه تستفيد اذا فيه اثنين لعيبة وحضروا المؤتمر كله انا اللي شفته مادري اليوم حضروا انا مانا انهو لو كان احنا محتاجين المؤتمرات دي ناخدها بعمق وخاصة ان احنا نتوجه للمدربين والاداريين انت بتكلم عن رياضات في لندن وانها المفروض انها تنتشر احنا نفس الكلام احنا بتطلع عندنا موضة عندنا حد كسك في المبارزة بنقعد شوية كده مبارزة مهتمين فيه ملاك مطلع جزائري الناس خلاص بتمشي وراء يمني بعد كده خلاص بتنطفي لسبب احنا مفيش فيجن مفيش رؤية طويلة المدى بتخطط للرياضة بتنظم وهذه المؤتمرات والفلوس اللي بتتصرف عليها يجب انها تكون دخلة في اطار خطة شاملة ان انا بطور الرياضة اعرف هدف ايه من المؤتمر مش سايبوا الشركات التسويقية هي اللي بتنظم المؤتمرات يعني كيف عبنسبة ل اشدنا لمؤتمر دبي الرياضي نعم مشاركة بعض الاسماء لكن لم نرى مشاركين عرب فيه سنوات سابقة كان فيه مشاركين عرب ولكن انت عارب بما انه الهدف الاول لعيبة كرة القدم واحنا انجازاتنا هذه السنوات الاخيرة في كرة القدم كان من الممكن زبير تم المناذة على لاعب من المتخب الجزائري مثلا جدا لاعبين من المغاربة مثلا من الأصول المغاربية مثلا في البرمير ليغ مثلا في الميني او النجوم القدامى مثل رابح ماجر اللي ابدأ في الكرة العربية وهذا انا معاك معاك كان طويل جدا فما خلاش فرصة لنجوم العرب معا محدودية النجوم العرب لازم نقول الحق محدودية النجوم العرب وبعدين انت عايز عيون خضر وشعر اسفر يا اخي والله يكفاح من الأول للكرة التابية حلوة لكريستيانو رونالدو قصة كيف مع كريستيانو رونالدو كيفاح كريستيانو انا للمرة هذه اللي اعجبت فيه لانه الراجل مواظب قل لك انا صار لثمان سنين كل سنة اقدم عرض افضل لاني انسان مش معتمد على شكلي ولا انا مواظب على التمارين انام مبكر ما يشرب اللبن لا لا والشامبون اللي يستخدمه كويس لا بعدين حتى المدربين يمدحون في التمارين ومنضبط جدا يعني تطور هو تطور مستواه من موسم لموسم اكيد لانه حتى على مستوى سمعته وظهوره صار احسن من العادة معاش يستفز معادش يسوي حركات لو معادش يعمل النفسه بس فقط لا غير بعض الاحيان يفكر في الآخرين لكن باختصار اسامة ما هي البطولة التي اعتقد بانه كانت اكتر افادة للعرب من بين كل هذه البطولات التي تنتمت في سنة 2013 اعتقد ده هو بطولة العالم للاندية في الرجاء لان هي وكبتها حكتين اولا هي بطولة كبيرة عالمية ثانيا انها وكبتها انجاز عربي وان انت خدت لأول مرة يعني ناخد المركز الثاني ناخد المركز الثاني صحيح عبل كده مازين بيخد المركز الثاني احنا بنكلم افريقين ولكن هو خلي بالك فيه نقطة مهمة اوه ما حانش ياخد بالهم من الرجاء الفريق الوحيد اللي وصل للفاينال او خد المركز الثاني بعد ما لعب اربع مباراة اربع مباراة كل مركة ما بين بطل امريكا الجنوبية احب اضيف شغلة انا الرجاء البيضاوي السنة كان يعاني وغير اكثر من مدرب وكان من اسوأ الموازم اللي هو في الدوري ولكن اتى يعني في هذه المباراة وابدع تحية للرجاء البيضاوي ديمة كما يقولون في المغرب ديمة ديمة رجاء اذا كان هذا هو المحور الثالث مشاهدين الخاص بالبطلات التي اقيمت على الاراضي العربية بعد الفاصل نتابع المحور الاخير من هذه التغطية الخاصة ونترق فيه لأبرز المحطات على المستوى العالمي ابقوا معا مشاهدين مرحبا بكم مجددا عام 2013 كان عام الانجازات والارقام العامية هذه الانجازات والارقام هي موضوع الجزء الاخير من هذه التغطية الخاصة كفاح اسامة زبير عدة ارقام نبدأ بالرقم المخيف رقم قالت بيل هل يستحق هذا اللاعب كل هذا المبلغ الذي دفع لتطنهم بالتأكيد انا اعتقد انه ليس رأيي بس فيه ناس كتير بيشاركون الرأي انه لا يستحق هذا المبلغ والضجة اللي عليه كنت بكلم مع كفاح حتى قبل الحلقة بغض النظر ان احنا مش عارفين هنتكلم هنفتح الموضوع لا لا ولكن منقول هو فلورنتينو بريز يعني هو ليس بمعتوه او ليس مجنونا يعني انه هو علشان يدفع هذا المبلغ وبالتالي هو وراء اهداف تسويقية وراء اهداف كتير انما لما تيجي تقنعني فنيا ان انا سيب اوزيل يطلع يروح الارسنال علشان اجيب بيل مع كل تأدير واحترامي بيل يعني كجارث كلاعب يعني زبير انا اعتقد انه الى حد ما اختيار تسويقي بعض الشيء وبعدين مستقبل ريال مادريد بعد رونالدو ما اعتقدش انه اليوم انقول والله هذا سعره او هذا سعره التقييم قبل ما ينهي ثلاث اشهر او اربع عشهر يكون يعني قاسي بعض الشيء انا الرقم الرقم كبير جدا وعلى ايام زيدان ورقم زيدان كان كبير جدا وعلى ايام رونالدو كان رقم كبير جدا لكن زبير رونالدو رونالدو رقم زيدان زيدان خليه لعب شوي اتفق معك انا بس خليه لعب شوي انا اقول انه لم يحقق مع ويلز اي حاجة ولم يحقق مع توتنهم اي حاجة في تاريقه صفر وسعره 150 مليون اعتقد انه علي احسن منه احسن منه زبير زبير حترفع لا 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 بالنسبة ربما ربما لست الاغلى لكن اعتقد انه الافضل اذا كان ممكن جعفر في الموخل ممكن لعبنا الكلب جعفر لعبنا هذا الكلب ممكن هو بيل قارس بيل هو الاغلى ايه ولكن انت نعتقد نشوف هذا الكلب نتابع هذا الكلب الخاص شوف 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 المعارض شوف وشوف وشوف من سيتوج اخيرا شوف اه شوف شوف ومن سيتوج اخيرا الكرة التهبية الكرة التهبية في النهاية كيف دخلوك علي الملعب اذا كندا بالنسبة لغاريت بيل لكن بغض النظر عن غاريت بيل ليستحق هذا المبلغ الان نتحدد عن الفريق صاحب الانجاز الذي من طبيعة يستحق كل الاشياء فريق باير مينخ اكيد المنظومة الغير عادية من اداريا هيكل منظومة قوية جدا اعلاميا ماديا اقتصاديا من كل الجوانب الفريق هذا فاز بالدوري بالشامبينز ليك في الدوري لعب 34 مباراة فاز في 29 سجل 80 هدف 80 هدف في 34 مباراة قبل 18 هدف في 34 مباراة فاز على بارسلونا فاز على الغاريم الالماني دورتموند في نهاية شامبينز ليك اقنع في كل شي مكوناته ممتازة جدا والاقوى والاقوى من هذا كله في 2013 الفريق طور نفسه باستجداب المدرب الممتاز اعتبر من عشاق غورديولا وشفنا تأثير هذا المدرب اضافة الكاريزما الشخصية الممتازة جدا الانتدابات اللي قام بها قليلة جدا ولكن مهمة والمستقبل كبير واعد جدا بالنسبة لبيرون مونيخ في 2014 هل كفاح كنت تحدث كثير عن الفريق الرجاء بما انه إنجازات دولية نتحدث عليها من جدي عن الفريق الرجاء أنا أقول إحنا الفرق العربية يجب أن تعاني عشان تبدع أنا أعتقد فرقنا لو أتيحت لها الفرصة هؤلاء النجوم يعني في عندك أو ثلاثة أو أربع نجوم مثل ما تحدثت الصحف الفرنسية أنه يستحقون اللعب في أوروبا إحنا النماذج هذه اللي موجودة لو نهتم فيها الأكاديميات لو ما نجعلها تجارية مثل اللي عاملين والآن لو نركز على هؤلاء كيف اليابانيين قدروا يوصلون واحد في آسيا لو للعمل شوف الأوروبيين إيش عاملين من العمل بس أفضل تنكفاح سمح لي اللاعب لابد أنه يطور نفسه ويجتهد أكثر أنا نشوف المنتخب المصري لما نشوف أنا نسمي بالتحديد أحمد فتحي أنا من عشاق هذا اللاعب لاعب موهوب متكامل جدا بس أنه اللاعب لما يمشي أوروبا لابد أنه يجتهد شوية في التأقلم على العالم مش العالم هو اللي يتأقلم معنا عشت بتجربة ونعرف لابد أنه لاعبين موهوبين عندهم ممكانيات بس لاحتراف يحتاج لتضحيات يحتاج لفكر نفس شيء كان صار مع العمر الزاكي لما كان يريد أن الفريقين أقلم عدد كبير تحدثنا عن فريق باير مونيخ تحدثنا عن فريق راجع لكن نبقى ألمانيا بالنسبة لسيباستيان فيتيل ما سير هذه السيطرة الألمانية هذا السيطرة ألمانية لأكل حاجة لا تخذش على السيطرة نتذكر حاجتين في السيطرة الألمانية في الكورة برضو الأربعة صفر واربعة واحد دورتوموند صحيح على الريال وبشلونا مع الريال فعلا موسم ألماني بامتياز وتخذش بقى على الفورميلة وان على الفورميلة طب وانت ليه ما بسطتش قبل كده للباكراوند مايكل شوماخر على فكرة مايكل شوماخر في المستشفى الآن أصيب كان يتزلج في فرنسا عندهم تقاليد الرياضة هذه وعندهم أبطال من قبل ومن اللي صغير يكون يعني غرام كبير للفورميلان الفورميلة واحد ومعها الوقت عندهم من إمكانيات أكيد بس العقلية الألمانية الطريق إحنا سبنتكلم أنت نفسك استرحت السؤال تقولت ما فيش حد ليه بيطلع سائق عربي الطريق مغلق قدامه إنما أنت هناك زي ما زبير بيقول طبعا عارف دلوقتي أنه حيطلع حيروح للمكان الفلاني النادي الفلاني اللي بيأخذه بيشوفه الإمكانيات وبيئسل قدراته البدنية والصحية نعم نبقى مع الأحذات العالمية اللي كانت في 2013 لن نتحول في دقيقة بالنسبة لي أليكس فرغسون استقال لكنه أصدر كتاب نعم انتقد فيه اللاعبين الذين صنعوا صنعوا أمجادوا انتقد في هذا اللاعبين هل كان يحق لأليكس فرغسون أن ينتقد اللاعبين في هذا لماذا لا وهو قادهم ستة وعشرين موسما شوف الآن مستوى مانشنستر يونايتد ليس هذا مانشنستر يونايتد التعود هذا المدرب أنا أقول يجب أن يتعمله تمثال هو إصلاع عنده تمثال ستة وعشرين سنة أتمنى العرب يصدون على واحد لازم يعملوا ستة وعشرين تمثال علي بستعق إنجازات 2013 كذلك عربيا لابدنا ننوه بالأهل المصري فإز بدور أبطال أفريقيا رغم الصعوبات ورغم كل شيء إنجاز كبير جدا لمدرب كذلك مصري النادي رضي سفاقسي فاز بكسل الاتحاد الأفريقي بنياس بنياس عربيا فاز بكسل خليج يعني في بعض الإنجازات اللي تفتح الشاهية وما نقولوش يعني سلبين جدا ولكن الطموحات دائما تكون أكبر الأهل مش أنا بعتبره إعجاز مش إنجاز إنك أنت تكسب دوري أبطال أفريقيا سنتين متتاليتين في ظل عدم موجود نشاط صحيح كل المشاكل تغيير المدربين والأجوال في الدوري آه تغيير المدربين على ذكر تغيير المدربين في أوروبا تقريبا تغيير المدربين بالجملة كلهم الأندياري المدريد ماشيسي يونيتد تشيلسي تقنى مدربين علي إحنا عديناهم لنتغيير سبع مدربين من 14 مدربين في الدوري الإماراتي قبل انتهاء الدور الأول وفي قبل وفي قبل وفي مدربين ولكن علي فيما أغرب في اللي فاز بكل شيء وتغير نفس الهيك صحيح ولكن هايكس على دقيق أنا هو اللي اعتذر لا 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 كان ممكن يواصل ممكن يواصل بس تفرض عليه القرار ولكن في الأخير احنا عربيا من قبل أنه مدرب فاز بكل شيء وسوى كل شيء وبعدين يتغير ولكن هذا تغيير من غرائب كورة القدم أنه كان للإجاب وليس للسلط نعم زبير أسامة كفاحة قبل ختام الحلقة أعود من جديد لأراء المشاهدين على منصة التواصل الاجتماعي حول اللاعب الأحق بالكرة الدابية لعام 2013 وأفضل لعب عربي وحاول سبول تطوير الرياضة العربية العام القادم مع الزميل أحمد السيد نعم مع علم مساهمة المشاهدين لازلت تصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي هذه المرة حول اللاعب الأفضل بعام 2013 سلمان صليطة على فيسبوك يقول الجائزة تمنح لللاعب الفردي وكريستيانو رونالدو يستحقها لما قدمه لريال مدريد والمنتخب البرتغالي محمود النخيلي من جهته يرى أن الفرنسي فرانك ريبري حقق مع بايرن خمس بطولات ولعب دورا كبيرا في تأهل المنتخب الفرنسي للمونديال أما عن أفضل لعب عربي في عام 2013 عصام أنور على فيسبوك يقول أبوتريكا هو اللاعب الأفضل لهذه الجائزة فهو لعب خلوق ويستحق اللاعب قاد الأهل المصري ليني للبطولات سيف الدين بوكابو من جهته يعتقد أن الجزائري مجيد بقرة هو أفضل لعب عربي لأنه لعب قاد منتخب بلاله للتأهل للمونديال للمرة الثانية على التوالي أما عباس الحساني فيرى أن المغربي مهدي بن عطية لعب روما الإيطالي هو أفضل لعب عربي لأنه مدفع من طراز فريدة أخيرا على سبل تطوير الرياضة العربية حمدي بغرارة على فيسبوك يقول يجب البدء من أعداد خطط للاهتمام بالنشأ وأعدادهم أعدادا سألميا وسليما نعود إلى علي بعد هذه التصريحات والتعليقات من فيسبوك وتويتر شكرا الزميل أحمد أسامة زبيط كفاح شكرا لكم كالعادة أم تأتينا شكرا شكرا إذن مشاهدنا الكرام أتمنى أن نكون قد نجحنا خلال هذه التغطية الخاصة في تناول أبرز محطة عام 2013 أتمنى لكم جميعا سنة جديدة سعيدة مليئة بالإنجازات العربية الرياضية في النهاية أودعكم على إقاع هذه اللقطات الطريفة أستبدعكم الله على الرغم مما تقدمه لهم المدينة من حياة يسر ورفاهية أنا المنتخف العرقوياني ليس يعني معنا بعض الذين تابعوا المباراة كما ترون حالة حالة ليس فقط من الإحباط بل من ربما القوضة حولي من الجماهير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة